بعد جدل أثرته التصاميم الإعلانية للفنانين المشاركين في مهرجان جرش ردت إدارة المهرجان بأنها ستعمل على تعديل تصاميم صور الفنانين مؤكدة أنها اعتمدت صور الفنانين الأردنيين والعرب كما وردت من مصادرها وأضافت الإدارة بأن اللغطة حول مشاركات الفنانين الأردنيين فيما يتعلق بالبرنامج لا تتحمله إدارة المهرجان وإنما هو اختيار نقابة الفنانين الأردنيين الإدارة أكدت أنها تسعى لإبراز المهرجان بنسخته هذا العام بصورة تليق بتاريخ المهرجان ومكانة الفنان الأردني هذا العام قمنا بشراكات عديدة مع الهيئات الثقافية نقابة الفنانين، رابطة الكتاب، رابطة التشكيليين، اتحاد الكتاب الأردنيين، بلدية جرش الكبرى وغيرهم قمنا بتوسيع المشاركة المحلية والتركيز على الصناعات الثقافية قمنا على التركيز على التنمية المجتمعية قمنا بالتركيز على مشاركة الشباب من خلال برنامج بشاير جرش الموهبين قمنا بالتركيز على دوي الاحتياجات الخاصة التي علينا هذه كمسؤولية اجتماعية قمنا بعمل برنامج عبق اللون الذي يهتم بالمكفوفين قمنا بعقد اتفاقية مع نقابة الفنانين الأردنيين التي ستقوم باستقطاب كافة الفنانين الأردنيين ونركز على الفنان الأردني بالدرجة الأولى وخصوصا الفنانين لم يظهروا في السابق لإعطاهم فرصة للظهور في المهرجان ترجمة نانسي قنقر